موسيقى 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 التحية مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام عشاغي الأسالة متجددة بحضراتكم من جديد في تواصل هذه الانطلاقات الصباحية يسير شوطنا الرابع عشر في تعداد أشواطي هذا اليوم والخاص بالإبكار اللقاء المهجرات الأسائل نبدأ بمغدمة نتابع المغدمة والمركز الأول موسيقى نبدأ بمغدمة الشوط ونتابع المركز الأول والصدارة هذه هي فرق اللي على الصدارة الأولى بشعار فارس بن محمد بن حاشل الخاطري اللي تحتل المغدمة نحو البداية الأولى بينما الغدوم على المركز الثاني من مربوقة ناصر بن محمد بن مصلح الأحبابي تحتل المركز الثاني بينما الشايبة تأتي مع المركز الثالث عيسى بن سعيد بن محمد العويسي يقدم لنا الشايبة بينما النغلة إلى المركز الرابع نبدأ هنا في هذه اللحظات هذه هي خيرة بشعار الصعب محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان يقدم لنا خيرة في المركز الرابع بينما في المركز الخامس شعار بن خريدة اللي يحتل المركز الخامس في هذه اللحظات يقدم لنا الحرة خليل بن سيب بن أحمد بن خريدة من يحتل المركز الخامس هكذا النتيجة للخمسة المراكز الأولى المذاعة بناموس هذا الشوط المنطلغ في هذا الاندفاع ولكن اسماوه الشعارات دايما مصورنا يعطينا أيضا لغة لبغية الشعارات اللي خلف الكادر الإعلامي في هذه الاندفاعة المثيرة نعود إلى الصدارة نعود للمركز الأول نعود إلى البداية الأولى مرموقة مرموقة وسلالة مرموقة اللي تصفر على المقدمة الأولى ناصر بن محمد بن مصلح الأحبابي اللي تصفر على المقدمة الأولى في هذه اللحظات المركز الثاني المركز الثاني من تتقدم الشايبة عيسى بن سعيد بن محمد العواصي ولكن وصل بغريد وصل بغريد شعار الشاهلية يتقدم في هذه اللحظات على ظهر الحرة الحرة غادمة بشعار غليل بزيب بن احمد بغريد يتقدم في هذه اللحظات بينما في المركز الرابع هذه هي سلسبيل بشعار هلال بن محمد بن طراف المنصوري وقامس المراكز من الجانب الاخر شعار المهيري ياتي على ظهر مثيرة سعيد بن محمد بن مبارك المهيري مع المركز الخامس بدأت الشعارات هنا تغير من مركز الى مركز اخر مع الاغتراب من لافتة الاعلان الاخير وبن طراف غير وبن طراف غير مع سلسبيل سلسبيل ماشاء الله اهلال بن محمد بن طراف المنصوري ينطلغ نحو الصدارة الاولى نحو المركز الاول ويسيطر على زمام المور يبي يهدي اهالي ند الشبه هذا الفوز المثير والجميل بينما بينما مثير مثير مع المركز الثاني يقدمها حمد بن محمد بن مبارك المهيري مع المركز الثاني في هذه اللحظة وسعيد بن محمد بن مبارك المهيري بينما هنا الحرة مع المركز الثالث غليل بن سيب بن احمد بن غريد يتقدم مع المركز الثالث وبن حبيب الهشامي يصل مع شهب محمد بن سعيد بن حبيب الهشامي بينما في المركز الخامس في المركز الخامس اللي وصلت اللي انطلغت في هذه اللحظات هذه هي حشيم علي بن حسين بن فهيد اليامي يصل في هذه اللحظات ومتابعين الكرام الله 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 الكيلو المتر الاخير المنافسة الاخيرة التحديات الاخيرة مثيرة من الجانب الاخر تنطلق بشعار سعيد بن محمد بن مبارك المهيري والمركز الثالث والداني الله يا شهب محمد بن سعيد بن حبيب الهشامي وهنا اللي وصلت اللي وصلت وتقدمت حشيم علي بن حسين بن فهيد اليامي ضيفر من المملكة العربية السعودية بمتابعة المهندس حمد بن بطي لغفلي من يتابعها في التضمير يلا يا ابو بطي الجماعة واصلين المهيري مع مدير 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 وحشيم حشيم ومدير ولكن خلاص سلام السلام عليكم يهل المملكة وتحية لهالي فلي المعلة على فوز حشيم بالمركز الأول المركز الثاني وصلت مشاهدي العزاء اللي هي ايضا شوارد بخيت بخليفة بن محمد العميمي والمركز الثالث المركز الثالث نتابع مشاهدي العزاء سعيد بن حبيب الهشامي هكذا مشاهدينا ومتابعين الكرام النتيجة للخمسة المراكز الأولى نعود بالتهنية والناموس الى مالك حشيمة التي فازت وخطفت ناموس هذا الشوط لتهديها المملكة هذا الغوز والانتصار بتوغيد زمني مقدار ست دقائق وثمان ثواني تهنينا لعلي بن حسين بن فهيد اليامي على هذا الانتصار وتحية كذلك للمتابع في التضمير حمد بن بطي للخلي تحية نخصفها هناك الى هالي فلي المعلة تهارين للمهندس على هذا الانتصار اشتركوا في القناة